السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي عاملين ايه رب تكونوا بخيروا بافضل حال النهاردة عامللكوا الطبقة الامر ده عملنا الارنبيت بطريقة حلوة جدا بجده هتعجبكم كانت رزب وتعمهم ارمش كده يعني غير الارنبيت اللي كنا بنعمله زمان العادي لأ بجده فيه تركات كده فيه عاملنيها وحاجات بسيطة جدا ما كانش فيها اي يعني مكونات صعبة كل المكونات موجودة في البيت بس طلعت معينا الارنبيت بطعم فضيع 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 زي ما انتو شايفينهو الطبقة يعني بيتكلم عن نفسه يلا بنبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا الطبقة الامر ده ازاي قبل ما نبدأ الفيديو متنسونيش بقى باللايك الحلو كده ولو الفيديو عجبكم شيرو يسحبكم يلا بينا هنا جبت حلو حطيت فيها مياه طبعا خلتها تغلي نزلت بمعلقة من الكمون عشان الامت فخيت وهنسل برضو بمعلقة هنا من الملح وكنت هنا محضرة كرنبيت بتاعي قطعته وغسلته غسلة كويسة وشلت منه شلت من العروق دي ببقى فيه حتة خضرة كده شلتها ونضفتها ونحاول نقطعه على قد ما نقدر كتاعة صغيرة لان كل ما بنقطعه كتاعة صغيرة بيبقى احسن وطعمه مقرمش اكتر زي ما انتو كده شايفين شلت اي حاجة زويت فيه من حتة الخضرة بتبقى موجودة دي كلها نضفتوا بالشكل ده هابتدي بقى هنا انزل بالقرنبيت بتاعي في المية احنا هنا عايزين التسوية بتاعي 3-4 سوا تمام بلايش نضغ عليه في السوا علشان لما نحطه في الخلطة ونقليه يبقى متمسك معنا مايفرويلش كده مننا ويقع مننا في القلي ومش هيبقى مظبوط خالص يعني الكمية بقى اللي هتتسلق وطلحها معايا بحطها كده في مصفة بشطفها بمية سقعة علشان ما تكملش سوا ويتهرى معايا يعني رازم كل ما تطلوه حبة كده من المية المغلية ده بعد ما يكون تسلق تحطه عليه مية سقعة تمام مية من الحنفية بس تبرده عليه عشان ما يكملش السوا بتاعه هغلص بقى هنا انا السليب بتاع الأرنبيت وحبتدي هنا اجهز الخلطة بتاعتي يلا بنا نشوف المقادير هنا المقادير بتاعتنا دول 3 كبيات من الدقيق وهنا معايا 3 كبيات من اللبن تمام ومعايا هنا ربطة من البعد هونس التعطاة حطة صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت وده نيشا هاخد منه من معلقتين لتلات معالك ودي معلقة من التوم المفروم ومعلقة من الخل الأبيض ومعايا هنا أربع بيضات والبهارات معايا هنا معلقة من الكركم معلقة كامون معلقة ملح معلقة فلفل اسود معلقة بيكينج بودر ودي معلقة من البابريكا دي كده كل مكوناتنا حبتدي بقى أخلط المكونات بتاعتي على بعضيها نزلت هنا بالأربع حبات من البيض وعليهم رشة من الفلفل اسود وحبتدي أقلبهم كويس كده مع بعض بالشكل ده حنزل هنا بمعلقة من الخل عشان برضو أضمن ما فيش أي زفورة كان بيدي هشاشة حلوة جدا وحنزل هنا بمعلقة من التوم المفروم وحبتدي أقلب كل المكونات دي ببعضها وحنزل بالبقدونيس وحبتدي أقلب كل المكونات دي ببعضها وحنزل هنا بتلات معلق من النشا عشان أنا الأرنبيتة بتاعتي كانت كبيرة أعزت حطي معلقتين برضو تطلع معاك جميلة وزي الفن حبتدي بقى أضرب كل المكونات دي ببعضها الديق هنزل بيه على مرتين حقلب طول كده وبعد ما يضوبه خالص والخلط يتجنس مع بعضه حبتدي أنزل بالكمية التانية زي ما انتو كده إيه شايفينها ما حاجة ما تخلوش اديه في أي دكتولات خالص حنزل بقى بالكمية الأخيرة من الديق وحضربهم بقى كده تربح حلوة مع بعضيهم لحد ما يفك خالص وبقى معايا سائل أنا هنا حسيت إنه هو تقيل شوية نزلت بربع كبية من اللبن طبعا ممكن تنزلي برضو بربع كبية من المية مش شرط إيه لبن لحد كده بيبقى القوام معايا بالشكل انتو شايفينه دا وتو شايفين اللون بتاعه هنا بقى كنت جاهزت الزيت وسخنته كويس قوي هم حاجة زيت يكون صخت وحبتدي بقى أنزل بالأرنبيت بتاعي جوه الخلطة كده وصفيه كويس وأنزل فيه بالزيت الصخ عايز أقولكم فعلا أحبت أرنبيت كانوا جد طحفة يعني كريزبي كده طعاموهم جميل جدا غير الأرنبيت اللي احنا بنعمله بالطريقة المعتادة يعني جربوه إن شاء الله إن شاء الله هيعجبكم هنزل بقى بكمية الأرنبيت بتاعتي بلاش يعني إيه تنزل بكمية كبيرة علشان يتحمر براحته أنا بحب أتك عليه شوية في التحمير كده أغمقه شوية يعني هنا بقى بطلعت إن أنا أقلبه طبعا مش طلع دلوقتي خلص أنا لسته أيها الدرجة دي حلوة جدا بيبقى كده نشف طبقى الأرنبيتة معي مقرميشة قوي أنا بحبش طلعه فاتح يعني لو عايزين تطلعه أفتح منك طبعا براحتك هنا بقى هتطلعوه تصفوه كويس من الزيت وتحطوه بعد كده على مناديل يعني ياريت تطلعوه الأول على مصفة بعد كده هتطلعوه على مناديل أهم حاجة عشان نيجي نكمل الكمية التانية ونقليها لازم نصف الزيت بعد كل مرة خلي مصفة كده عندك صغيرة متخصصة أن انت تعملي بيها تنظفي بيها الزيت أنا نظفت الزيت بتاعي كده نفوش أي شوائب عشان نزل بالكمية التانية وهنا هكذا خلص معينا واجربوه إن شاء الله يعجبكو أشوفكو في فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته